عايزين بقى نروح مع حضراتكم برضو الخبر من الاخبار الحلوة كنا بنتكلم معاكم في حالة امبارح عن العازمة اللي بيعملها منتخب مصر لكرة اليد امبارح منتخب اليد واصل التقلق والابهار وينجح في تاني مبارياته في كأس العالم لكرة اليد 20-23 بالفوز على نظيره المغربي بنتيجة 30-19 طبعا بناء على اللي شفناه لازم نقول شكرا للإسباني روبيرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب اللي فعلا قدر ان هو يجهز جميع اللاعبين بشكل اكتر من رائع وكده يا حضرات بيحتل منتخب مصر المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة السبعة برصيد اربع نقاط من فوزين مهمين للغاية فيما جاءت منتخب الولايات المتحدة الامريكية في المركز التاني بنقطتين ومنتخب كرواتيا في المركز التالت برصيد نقطتين والمركز الرابع والاخير كان من نصيب منتخب المغرب بدون اي نقاط لما نيجي نبص كده ونشوف الماتش مشي ازاي هنلاقي ان منتخب الفرعنة تقريبا حسم الشوط الاول لصالحه بنتيجة 13-9 بعد اداء ممتاز وفي الشوط التاني واصل منتخب مصر الاداء القوي مع ملاحظة ان كان فيه تحسن طفيف لاداء منتخب المغرب الحقيقة لكن يعني برضو نرجع ونقول ان خبرة لعيبي منتخب مصر حسمت الشوط التاني وبالتالي المباراة بالكامل لصالحهم بنتيجة 30-19 مليون مبروك واللي جاي احلى كمان باذن الله شاء الله دي كلمتي دير اللي جاي احلى ولسه فعلا خليني اقوله حضراتكو احنا اتكلمنا برضو في دان بارح مهم جدا ان انت تقرأ يعني الماتشاط اللي فيتت وتبص على كمان اللي جاي هتلاقي ان منتخب مصر هنا لليد كسب اولا كرواتيا اقولنا ده كان بفارق 9 نقاط يعني حاجة اعتقد اوجاب كويسة بتكلم 31 تحديدا لسكور لـ 22 المغرب كان بفارق 11 بوينت او يعني النتيجة كانت الفارقة ما بينهم كانت هنا نتيجة 30-19 يعني لو بصيت كده وحكمت على النتيجة دي هتلاقي فعلا ده بيجع لأداء رائع جدا واحنا كنا متخوفين على فكرة في الاول لو انت فاكر من واش كرواتيا كرواتيا بسيطة حديدة لان كرواتيا لا ناس تقيل او منتخب تقيل في هذه الرياضة وكنا شوية متطمنين مع المغرب بس برضو احنا ما عندناش حاجة اسمها سهلة وصعبة او مباراة سهلة وصعبة احنا عندنا كله صعب كله عايز تركيز وده فعلا اللي حصل وكان اداء اكثر من رائع من المنتخب بتاعنا كمان عايزين نتكلم عن اداء اللعيبة مبارح لسجله تحديدا الاهداف وحتكلم عن يعني حسن قداح لو حضرتكو طبعا المتابعين بتتكلم في سبع اهداف بعد كده اكرم يسري بتتكلم في خمس اهداف سيف الدرع بتتكلم في اربع اهداف وطبعا بقي اللعيبة كمان لسجله يعني حاجة كانوا كلهم بصراحة متقلقين مش عايزين ننسى حد يعني وعندك كمان حارس مرمى منتخب مصر طبعا يعني محمد علي وعبد الرحمن كمان حميد انت عندك سكواد رائع جدا والفكرة كمان انت بتلعب بخطورة يعني وكمان تصديت او تصديت للعديد من الكرات اللي كانت خاطرة جدا منتخب مصر كل التوفيق ليك يا رب حيقابر خلاص زي ما كريم كان بيقول لحضراتكم منتخب الامريكي في ختام مباراة المجموعة السبعة للدور الاول دي هتكون بكرة المباراة الحاسمة دي هتكون بكرة الساعة سبعة مساء ناس كتير على الفكرة بتتابع هذه البطولة كرة اليد عام لشغل مباراة كرة اليد زي ما انت قلت برضو مبارا يعني يمكن احنا في الرياضات اللي مسمعين فيها انا هتكلم هنا كفرق مش رياضات فردية فردية طبعا احنا السكواش ما فيهاش جدال لكن اتكلم عن الرياضات الجماعية يمكن فعلا فريق الاول لكرة القدم احنا الحمد لله متفوقين فيه جدا ده بلغة الارقام بالمناسبة عشان بس ما حد يطلع يقول لك متفوق ازاي قوله تعالى نرجع لعدد البطولات هنا وهنا وهنا عشان فيه ناس حرام بتنس فده رقم واحد رقم اثنين عندك كرة اليد كرة اليد احنا متقلقين فعلا فيها كمنتخب الحمد لله عندك اسماء كبيرة جدا عندك اسماء احترافية بتلعب بشكل احترافي وتحترف كمان في الخارج عندك مدير فاني اكثر من رائح حاليا يعني بإذن الله كل التوفيق كمان فيه اللي جاي انا متفقلة يا كريم ونتمنى بس يبقى فيه اختلاف شوية فيه السكور او في الرانكينج بتاعنا عن البطولة اللي كانت موجودة في مصر 2021 اتمنى دا يعني بس بشكل عام ما ننكرش ان احنا يعني كلنا بنشهد في الفترة الاخيرة تقلق ملحوظ لرياضات مصرية مختلفة مكناش مكانش العادي لك مش كده برضو فاني حاجة كويسة يعني دي معناه ان احنا ماشيين في التراك اللي الطبيعي نكون ماشيين فيه ومن زمان كمان مش حاجة جديدة